في زيارة مرتقبة يصل الأحد إلى مدينة نيوم السعودية وزير الخارجية ومدير المخابرات الفرنسيان لملاقات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملف الحرب في اليمن أحد الملفات المطروحة على طاولة النقاشات تبحث من خلاله باريس مصالحها القديمة الجديدة في اليمن قديمها متعلق بشركة توتال أبرز المستثمرين في قطاع النفط والغاز في اليمن وحديثها له علاقة بشؤون الحرب العسكرية لربما يسعى مسؤول الإلزيه إلى توسيع نفوذهم على أنقاض الأمريكان العازمين على المغادرة أو الذين بدأوا فعلا بالمغادرة ولباريس دوافع كثيرة في التوجه نحو منطقة الشرق الأوسط ليس أقلها حنقها من الإدارة الأمريكية التي أفشلت صفقة الغواصات مع أستراليا وبالتبعية الإضرار بالنفوذ الأوروبي في المحيطين الهادي والهندي عوضا عن الدافع الاستراتيجي الأبرز وهو البحث عن نفوذ في المساحات التي سيخلفها الأمريكان الذين ولوا وجوههم نحو الشرق الأسيوي باتجاه الصين ولعل تصدر ماكرون قائمة كبار الحضور في قمة بغداد كان فاتحة لهذا التوجه لربما يعيد التاريخ نفسه ولكن بطريقة عكسية ويعود الفرنسيون من الباب الذي دخل منه الأمريكان عقب مغادرتهم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ولكأن قدر المنطقة العربية أن تكون مفتاحا لصعود الغرب المتعاقب على الهيمنة فيها تتهيأ المنطقة العربية كما لم تتهيأ خلال العقود السابقة لخلق توازنات جديدة وحدهم اليمنيون من خرجوا من دائرة الفاعلية والتأثير وأصبحوا ضمن أجندات اللاعبين الكبار وفي أحسن الأحوال سيقرر العالم وبكل أريحية أن يبقى اليمن في حالة صراع دائم محصورا ومسيطرا عليه وكذلك هو التاريخ لا يطاوع محدودي الخيال والقدرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر